شهر يزيد أو ينقص قليلا على المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان بداية مشتعلة وواقع غير واضح والذي ينحصر ضمن سينيروهات متعددة إما عفز لتل أبيب على حسم مسألة الدخول العسكري والوصول بريا للعمق أو أنها اكتفت بأشبه ما يمكن وصفه بمناورات على السياج الحدودي مبتعدة عن المهاجهة الحقيقية أو أنها صحبة لحزب الله تستمر المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في خمسة محاورة في جنوب لبنان ما بين نقاط رئيسية وأخرى إشغال بداية من النقورة إلى عطرون وحولة وعيدة الشعب وكفر شوبة ولم تحقق القوات الإسرائيلية تقدما ملحوظا على مدار الأيام السابقة وتحولت الاشتباكات لكر وفر في شريط الجنوب لبناني تزاون المعقارات وصواريخ مستمرة ورد متقطع من الأراضي اللبنانية عبر المسجرات ورشقات الصواريخ مضي المعارك لفترات زمنية أطول من دون تحقيق أول أهداف تل أبيب فيها المتمثلة بعادة سكان الشمال وضع القوات المقتحمة في دائرة الخسائر والتي بدأت الإعلان عنها بين الحين والآخر أحدثها إعلان الجيش مقتل أربعة من جنوده في الساعات الأخيرة لترتفع حصيلة القتل إلى خمسة عشر جنديا وإصابة نحو ستين آخرين في آخر ثمان واربعين ساعة في حين يستمر حزب الله بسياسة التكتم عن خسائره الكبيرة والتي اعتمدها بعد موقعة البيجر وقتل كبار قيادته إذن يسير لبنان في أول خطوات الصراع العسكري الطويل من دون حسم أحد لنهايتها مع صدور أصوات من الإعلام الإسرائيلي بينهم يدعوت أحرنوت بأن انتعاش حزب الله أصبح واضحا وخاصة في الأسبوع الأخير ترافق مع مطالبة الحزب سكان خمس وعشرين مستوطنة بإخلائها وهذا يعني أن موطيات الحرب تدور في الفراغ وأن الحسم ما زال طويلة